حكم باسم الشعب اللبناني نحن القادة المنفرد الجزائي في بيروت جلسة 26-8-2021 المخصصة للمرافعة ملف رائم 355 على 2021 ستيفاني إلي أبو طاية ستيفاني إلي أبو طاية خليل مونير الرواس مرحباً مرحباً لو سمحت ستيفاني إلي أبو طاية كانت حاضرة بالجلسة السابقة رح حكمها بما ثبت الوجاهة المدعي إلي أبو طاية تغيبت عن الحضور وهو أمر ممكن آنوناً خليل الرواس وردت الإفادة وتبين أنه أنت فعلاً كنت موقوف بتاريخ 2-7-2020 بتاريخ الجرم المنصوب لألك كنت بمغفر مغدوشة من 12-4-2020 ورغاية 24-8-2020 الإفادة صارت بالملف عندك شي بعض بتحب تقوله شو بتحب تطلب بخصوص الجرم الناشل اللي منصوب لألك بتطلب بالبراء الحكم لكن أنا صار فيني أختم المحاكمة ورح أرجو الملف لمدة ساعة بيصدر الحكم بعد ساعة ختمت المحاكمة وللحكم أرجقت لمدة ساعة المدعى عليه خليل الرواس تبلغ بالجلسة الإفادة اللي أكدت وجوده بتاريخ 2-7-2020 داخل السجن لسبب تاني وأجلت المحكمة الجلسة لمدة ساعة لإصدار الحكم هل سيتم إعلان براءة خليل الرواس من الجرم المنصوب إله؟ أم عند المحكمة دلائل ممكن الدين خليل الرواس؟ خليل الرواس الجلسة هي لتفهم الحكم النهائي رح فهم الحكم علناً وبمحضر على حدة بعد توقيع وقصولاً حكم باسم الشعب اللبناني نحن القادة المنفرد الجزائي في بيروت وسنداً للمادة 197 من أنون أصول المحكمات الجزائية نحكم أولاً بإعلان براءة المد عليه خليل مونير الرواس من الجنحة المنصوص عليها في المادة 636 على 257 من أنون الأوبات لعدم كفاية الدليل وبإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداعي آخر ثانياً برد دعوة الحق الشخصي المقدمة من المدعية ستيفاني إلي أبو طايع ثالثاً برد سائر مزادة أو خالفة رابعاً بحفظ النفقات حكماً بمثابة الوجاهة بحق المدعية الشخصية ووجهياً بحق المدعي صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 26-08-2021 هيداً الحكم صدر بمثابة الوجاهة بحق المدعية إلا حق تستأنفه خلال 15 يوم من تاريخ إبلاغة ونيابة العامة بتقدر تستأنف خلال مهلة شهر من تاريخ صدور الحكم رفعات الجلسة حكمت المحكمة بإعلان براءة خليل الرواس من الجرم المنسوب إله وبإطلاق صراحه إذا ما كان موقوف لسبب تاني وبالاطلاع على حيثيات الحكم بيتبين أنه المحكمة اعتبرت أنه فعل النشر المنسوب إله بقي مجرد من الدليل الكافي يلي بيثبت حصوله لأنه قضاء الحكم هو قضاء اليقين التام علماً بأنه قضاء التحقيق هو قضاء الظن ومن القرائن اللي استند لأله حضرة قاضي التحقيق ببيروت للظن بخليل الرواس قرين التواريخ عن الأنظار وأسبقياته الجرمية كانت عدة حضرة الرئيسة وعطيتني له بحكمة البراءة ونصبتني بالملاب وكتر خير الله أكيد ما بسوط ما بسوط من الحكم ووزعلها من اللي صار معي هلأ بدي أدعى الشخص عليه كانت مأكدة أنه أنا ألفان بالمئة قالت ألف بالمئة وقالت لي أنت تطلعت فينه وتضحكت وكنت متعاطي بلشت تطعطيني الإفتراءات بالجرم أه وطعت بريء الحمد لله يعني أنا بدي أدعى عليه يعني شو الرسالة للناس لهم؟ إنه ما حالا بيقدر يفترع على حالة بالسهل في المحكمة بتبين الله المجرم اللي عم بيفترع عليه بتبين كل شيء بالمحكمة كانت المحكمة المصبية وعطيتني البراءة بريء بريء وبدو يدعي يدعي أنا ما بيفترع أحدا يعني عم بقلك أنا شخص ما عندي شي ضده لها الإنسان ولا بعرفه ولا أي ولا حتى اسمه ما بعرفه بس أنا عم بقلك لما تعرفت على الهوية هو هيدا هو شخص عيون منخار دينان دقنو أوكي حاطة كاسكات اللي هي إنه مش هقاجي أفترع على إنسان أنا ما بعرف أنا سنكون نيمة بحلمة حلمت إنه أنا هيدا الشخص قوم أنا أدعي عليه أنا باعتذر منه للشخص أنا ما عندي شيء أبدا ضده لها الإنسان وبدو يرفع دعوة يرفع دعوة ستيفاني لما عرفت بنتيجة الحكم يلي أعلن براءة المدع عليه من جرم النشل المنسوب إله اعتذرت منه وقررت عدم الاستقناف وخليل الرواس وعيد مخفورا لمكان توقيفه كونه كان بحين موقوف بداع آخر ومن جهة تاني النياب العام الاستقنافية ببيروت نظرت الحكم أي إنه ما استقنفته